اصدقائي. حسب جريدة لوباريزيان الفرنسية فان بامبي وافق على عرض باريسان جرمان. وعلى حسب ما قالوا فانه سيجدد يعني لموسمين اضافيين مع النادي. وبالاضافة الى موسم اه ثالث اختياري ان اراد. حيث سيكسب اللاعب مبلغ قدره خمسين مليون يورو يعني صافي سنويا. بالاضافة الى مكافأة سوقع بمبلغ قدره مئة مليون يورو. يا سلام. وكذلك حسب ماركة الاسبانية فان بامبي يعني سيد مع ريال مادريد حيث سيقدمونه يعني الجمهور ريال مادريد في يوليو القادم. حيث يعني نفت وليدة يعني كل اخبار التي تتأكد على انها تمر اتفاق مع باريسان جرمان وتقول على انه يعني لا يوجد اي اتفاق مع باريسان جرمان او اي نادي اخر. والمفاوضات يعني بخصوص يعني مستقبل ابني تسير يعني في شكل سري. حتى نسمح لها يعني بالاختيار الافضل لمستقبله. وحسب يعني الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو فانه يعني يؤكد اه كل ما قالته ماركا. حيث قال على يعني مصادر مقربة من بامبي تؤكد على انه يعني لم يتفق مع باريسان جرمان. وبالنسبة ليريال مادريد فانه يعني لا يزال يفكر. ويعني يفكر هو مع عائلته بشأن الانتقال ليريال مادريد ام لا. والله جناتنا يا مبابي. ماذا نصدق هل عائلته ام ماركا ام صحف باريسية. والله شيء غريب. يعني صفقة هذا اللاعب يعني ستسير داج كبيرة في العالم. فما رأيكم التقائي. ماذا تتمنون يعني الانتقال ليريال مادريد ام يعني الاستمرار في باريسان جرمان?